أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي ضرورة تنسيق الكامل بين مختلف الأطراف المعنية بهدف تفعيل الزراعات التعاقدية نحو المحاصيل المستهدفة وخلال اجتماع المناقشة أليات تحفيز المزارعين وتفعيل الزراعات التعاقدية شدد مدبولي على ضرورة الإسراع في الإعلان عن الأسعار الاسترشادية للزراعات المستهدفة وعلى رأسها القطن والذرة كما تناول الاجتماع استعراض الكميات المزروعة والمنتجة من القطن بنوعه وصول تطوير البذرة وزيادة الرقع الزراعية والبدألة المقترحة لزيادة الإنتاج وأيضا مدى إمكانية التعاون مع القطع الخاص في مشروعات زراعة القطن